إذن بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة وسبعين تفضل أخي كريم أخي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله بخير الحمد لله ما شاء الله عرفنا من نفسك جزاك الله وخير اللي أسمحت حميد من ورد الزهد نرحب وسهل تفضل أخي كريم السؤال هو بماذا هي الصحراء الغربية مغربية قبل خمسة وسبعين الصحراء غربية الصحراء غربية وحنا ديناها لكم صحة لأنتم ولد زين زينة هادي ها ما هي مزيانة شم زينها هو الإنسان اللي يعترف بالاحتلال يعترف بالجريمة مزيانة باش مزيانة ما هي مزيانة ما الهي تعتقد مزيانة اللي يخاف من الله ما يتعتقد مزيانة واللي ما يخاف من الله بالتأكيد يقولها تفضل مزيانة لما نقع مزيانة إلا كنت تخاف من الله ما هي مزيانة وإلا ما كنت تخاف من الله شلين يعدلوا لك الله يهديك وخلاص تفضل أفتح الميكروفون أنت تبغي حد يدي لك حاجتك ويقول لك خلاص يقول لك دينها وخلاص ولكن أردنا هذيك يغار ما فهمت يغار شوف يغار انت تعرف عنك قلت كلام يو دينك انت قلت هذيك السحراء راه غربية وحنا دينها بالقوة معنى على أنك ديتها وهي ما هي لك ديتها يعني بحال انت مثلا عندك دار في المغرب اه موجود ابو تبغي شو واحد يتخلك لها ويقلعها منك دار ديالي انا مثلا يجي شو واحد يدخل عندي للدار ايه مثلا انت تسافر ويجي واحد وراك يبدأ المفاتح ويدخلك له ويقول لك ايه إلا ما كانتش عندي الرخصة او ما كانتش عندي المغربية انا سألتك انا سألتك قلت لك دارك قلت لي داري قلت لي داري قلت لي داري ما تقولش بالوتائق انت قلت لي داري وسكت دارك شنو انت عندك بالوتائق عندك دارك انت بالوتائق يعني اليوم احنا شنو وش عايشين في الغابة او كل واحد اللي عنده دار في العالم عنده وثائق خارة ماشي انا سألتك قبل ما تكلم معاك على الصحراء خليني نصحر انا سألتك انت 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 على دارك دارك لي فورزازات وش تبغيش يواحد يدخلك لها ويبدل المفاتيح ويقول لك يلا هو تحرسك مع الحياة تفضل 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 افتح الميكروفون الى كانت داري ما تعلان ما مرخصاش وباني في العشوائي شكرا شكرا لغة لغة ما فيه شهذا الاسلوب هذا اخوانه احنا اخوانه بشي عصابه اخوانه نحن اخوانه لا 힘들ق انت عندك الحشيش فرفتية انت لدي الحشيش تو exists نحن اني عندي سيف انت لدي ان نت موس انت لدي انت اخوانه انو اخوانه عندي اخواتك شمكرة انت ليس منطقة منطقا انت اول ما بديت قلت اخوانه لديتها انا ديتها صحة معناها على أنك قلعت من أصحابها من إن قلعتها من أصحابها أنت محتل قلت لك يلا تخاف من الله من الله لا هي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه هي أرض ليست أردي نعطيها لها إلا أنت أخويا ما تخاف من الله نحن ندعوك لله ندعوك لله ونحمله السلاح ونخرجك منها ولكن نرضى لك لا تبشيرك دارك لأنه الأخ الكريم أخ حميد أنا دائمين أعتبرك أخ الجنود المغاربة اللي من ورززات ومن تنغير ومن عزلال ومن رملال ومن خريبقة ومن خنيفرة ومن الخميسات ومن مناطق مختلفة من المغرب داهم الحسن الثاني ومشابه تلبيهم السحراء الغربية داهم لأحد الأرض ما يشي أرضهم وشابه تلبيها صحة ومشاوا هذوك الجنود صحة ومشاوا الصحراء الغربية وشاركوا في الحرب كي اللي ما تفهم ما تجيفة لأنه ماشي الأرض ما هي أرضه لا يقابل الله سبحانه وتعالى وليقول الله سبحانه وتعالى ماذا تفعل في أرض اللي يصد أرضك لأنه اللي يدخل واحد الأرض ومتشرع كما يقولون يقول لك لنومية جيفة واحدين تم أسرهم عند جبات البوليزاري شافوا وتو 27 عام 24 عام 25 عام رجعوا لقاوا كل شي تشتت لقاوا العائلة تشتت الدار تشتت ممتلكات مشات وكان من هم اللي يطلب في المحطات في الكيرة يبيع ديطاك يبيع باطاك يبيع ماطيشا ينتاحر هذا اللي أنهم ظلموا أنهم تعدوا وكان اللي مزال يتعصم قدام البرلمان اللي يوم من هذا يتفرش الكارتو واللي مات اللي مات منهم بقات المشاكل عند الأرمالة والولاد يعني ولو حتهم يعتاصموا في الرباط لماذا؟ لأنهم دخلوا واحد لأرض ما هي أرضه لأنهم ما خافوا الله وش تعدم الخوف من الله شي يقال ليه ما يخاف من الله يخلص كاينين وحدين هون كاينين وحدين هنا هنا في تيك توك نترى معنا في تيك توك كاينين وحدين كانوا يهاجموا القضية الوطنية السحراوية للبارح هنا في تيك توك كاين منهم واحد عماء 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 الآن أصبح عماء روح في اسبانيا وكاين واحد دخلت الحبس وكاين واحد راه في سيدي سليمان كان يستعرض عضلات وواحد رسمه نور الدين الشيوي كان يقوله مصحا قولي زاريو تلقوني عليهم كذا راه ركشفت حالته لماذا؟ لأنه تحدى الله راه القصة بسيطة إلا أبغيت تفهمها إلا أبغيت تفهمها وبغاك الله تفهمها ركلي تفهمها ركلي تفهمها لي تفهمها بإرادة الله لأنه إرادة الله وقوة الله وبالمناسبة باش نختم هذا الليف بتأكيد تعرفوه هذا الشخص اللي يعطاه هذا التصريح قبل أشهر ممكن والله سنة إلا ما خانتني الذاكرة هذا الشخص نختم معاك حميد باش تفهم باش تعرف الشواقع باش ما تبقاش دايخ هذا الشخص أولا أبغيت نفرحكم سحران انتهت بارح سوحي بالملف من لجنة تصريح الاستعمار إذا انتهت في نجب كليش كنا أولا أبغيت تكون هذا من هذا من هذا هذا وزير الصحة المغربي الأسبق والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الأسبق وواحد يعني من الناس اللي اعتمد عليهم الاحتلال المغربي باش يكذب بهم في قضية الصحراء الغربي وعطاه هذا التصريح قبل أشهر باش يقول اللي اللي نرى صايا خلاص يسحبنا كذا وكان محمد الشيخ بيدلا واللي اسمع هذا الكلام يقول هذا فيه الزهايمر يقول هذا فيه الزهايمر موسكي الآن الآن هو مصاب بالزهايمر الآن جاه الزهايمر فعلا الآن رأى فيه الزهايمر هذه نقول لكم معلومة رسمية الآن فيه الزهايمر وله يموت وله يموت وإحنا كاملين كاملين إحنا لي يموت ما كان حد ما وله يموت ولكن واحد يموت ظالم شعب ويموت واحد مسانة شعب معاون شعب يعني واحد ظالم شعب ومتعد على شعب وكاذب على شعب وعاين واحد الظالم على شعب وكان الله يموت هو مساعد شعب إذا محمد شيخ بيد الله اللي هو أخو جريجا إذن علاه إذن نرى الأمور بسيطة تتعدى على الشعب السحراوي تخلص تتعدى على مظلوم تخلص يعني مظلوم يعني مظلوم مهما كان هذا المظلوم حتى أنت يا حميد لأنها تعدين عليك لأنها تخلص ولكن إحنا نحتار موك ونحتار مو أي إنسان ولكن مشكلة خاصكم تبادلون الاحترام خاصكم تبادلون الشعب السحراوي الاحترام إلا عدت أرضه بعده منها ثرواته بعده منها ما يكون عندكم اليوم الحال كما هو عليه لأنكم أنتم تأكلون ثروات الشعب السحراوي ظلما نوعدوانا ما تكونوا حوت الصحراويين وفصفات الصحراويين وأموال الصحراويين وذهب الصحراويين وأرض الصحراويين وبغيت الله ما يخلصكم لا يخلصكم يتصلت عليكم الجوع والعطش والفقر والمجهول والمستشفيات مية عندكم والخدمة مية عندكم والبطالة عندكم والحرق عندكم والموت عندكم والدعارة عندكم والحشيش عندكم وكل شي عندكم بسبب و with بسبب إجراميكم في حق الشعب الصحراوي تافع الظلال وتاشايف المجهول ع الظلال و تزنخ Istana و تنغير و تخلال القفار الكحلة بسبب اش بسبب الإجرام اللي تخون به ضد الشعب الصحراوي وتب النسبة لك الأرهار بطولة شل قهوة شرب قهوة كحلة وطلق الوي في في القهوة وطلع عند محمد رادي الليلي وبقت فرعا عليه وديناها صحة وديناها تدعى وديناها وانترى ناك اللي اعتادي على نفسك شعليا